فيلمنا بيبدأ بطفلين بيهربوا من شخص مصاب والشخص ده بيكون لابس بدلة فرح وبيكون اسمه تشارل وبيطلب منه منهم ينقذوه لكن الطفل ده بينده على ناس معاهم اسلحة وبيكونوا مسكين بنت لابسة فستان فرح اسمها إيلين وبيضربوا تشارل ودامها بالسهام وبتحاول إيلين انها تنقذوه لكنها مش بتقدر وبياخدوه وبيحطوه في قوضة وبيقفلو عليه وبعد 30 سنة بنشوف جارث وهي بتستعد اليوم فرحها وبتكون قاعدة في قوضة لوحدها لحد ما بييجي عارسها اللي بيكون اسمه أليكس وبيكون مبسوط جدا لكن جارث بيبص على أهل أليكس من الشباك وبتقوله انها حاسة انه أهله مش مبسوطين لانهم فاكرين ان طبعانا في فلوسك لكنه بيطلب منها انها ما تهتمش بأي حاجة وبيفضل يهزر معاها لحد ما بييجي دانيل وبيقول لأخوه أليكس ان الفرح جاهز والمعازم مستنيينك وبيسلم على جارث وبيقول لها انه قدامها فرصة يهرب قبل ما تكونوا عضوا في العيلة الغريبة بتاعتهم وجارث بتكون فاكرة انه بيهزر معاها لكن دانيل بتكون طريقته غريبة جدا وبعدها بنشوف أليكس وهو بيقول لجارث ان دانيل بيقولك الحقيقة وبيقول لها احنا لازم نهرب لكنها مش بتكون فاهمة قصده ايه وبتقوله انها متحمسة جدا للفرح وبتنزل جارث للفرح وبتشوف شكل عيلة أليكس اللي بتكون غريبة جدا والعيلة كلها مش بتكون حبة جارث وابو أليكس بيقول لابنه دانيل ان اخوه ما عرفش يختار صح وبتكون جارث واخدى بالها من كل اللي بيحصل وبتبدأ انها تتدايق لحد ما بتيجي أم أليكس وبتطلب منها انها تتعامل بطبيعتها وما تتوترش وبعد ما بيخلص الفرح بنشوف أليكس وجارث وهم طلعين قدتهم ولما بيدخلوا القوضة جارث بتتخضى اول ما بتشوف هالن عمت أليكس وهي موجودة في القوضة ومش بتكون فهمها هي جات منين وهالم بتقول لأليكس انهم مستنيينهم تحت وبتطلب منهم انهم ينزلوا ولما جارث بتسأل أليكس عن الطريقة اللي عمته دخلت بيها القوضة بيقول لها انها دخلت من باب الخدم ولما بترفض انها تنزل تقعد مع عائلته بيقول لها ان ديت قوس لازم تتعمل وأليكس بيعرفها انها لما تنزل تحتها هتلاقي العيلة كلها مستنيها عشان تلعب معهم لعبة وبتكون عبارة عن انها تسحب كرت مكتوب في تفاصيل اللعبة اللي هيلعبوها مع بعض وجارث بتكون قلقينة جدا من الموضوع ده لكن أليكس بيطمنها وبيقول لها ان اي فرض جديد بيدخل لعيلة بيعمل التقوس دي وجارث بتوافق وبتكون حاسة انها لو عملت كده هتقرب من عيلة أليكس في الوقت ده أليكس بيسبقها وبينزل عند أبوه ولما أبو بيسأله لو كان قلقها اي حاجة تخص لعيلة فأليكس بيقوله لا وبيعرفوا انه هياخدها ويمشي من البيت ولما أبو بيسأله هيعمل قيلة وجارث اخترت الكرت الاسود مش بيرد عليه وبيسيبه وبيمشي ولما بتنزل جارث بتشوف ايميلي أخته أليكس اللي بترحب بيها هي وجوزها فاتش وولدها وفي الوقت ده بيجي والد أليكس وبيفتح باب غريب وبيقوله منه فاضل خمس دقيقة على نص الليل ولما جارث بتستغرب من شكل المكان أبو أليكس بيعرفها ان ده مكان خاص بأفراد العيلة بس وبيطلبوا من جارث انها تدخل وبيكون شكل القضى مخيف جدا ولما بتدخل جارث بتكون مستغربة شكل المكان والعيلة كلها بتتجمع وبيبدأ ابو أليكس يحكي الجارث عن قصة العيلة بتاعته وبيعرفها ان جده كان تجر ألعاب وكان بيدور على شخص يمول له الشغل بتاعه لحد ما قابل رجل أعمال اسمه روبل وبيكون شغال في الأسار ويداله صندوق غريب وطلب منه انه يحل اللغز اللي في الصندوق وبيعرفه ان لو قدر يحله هيمول له الشغل بتاعه وفعلا بيفضل جدا أليكس يحاول انه يحل اللغز ده لحد ما فعلا بيقدر يحله وبسبب كده العيلة بقت غنية جدا بعد انما تجر الأسار ده ساعده لكنه كان عنده شرط واحد بس وهو انه اي حد جديد يدخل العيلة لازم يحط كرت في الصندوق والصندوق هيكتب اسم لعبة على الكرت ولما يخرجوا الكرت من الصندوق العضو الجديد في العيلة هيلعب اللعبة اللي موجودة على الكرت مع العيلة وبعدها جاريس بتاخد الصندوق وبتسحى بالكرت وبتفضل تضحك لما بتشوف اللعبة وبتقولهم انهم هيلعبوا استغمية لكن كل أفراد العيلة بيتخضوا وأبو أليكس بيقولها يلا نبدأ اللعبة وأليكس بيعرب من جاريس وبيطلب منها تقابله في قدتهم وأبو أليكس بياخد جاريس عشان يشرح ليها اللعبة وبيقولها انهم هيعدوا لحد مية وفي الوقت ده لازم هي تكون استخبت في مكان ما في البيت ولو قدرت تستخبى منهم لحد الفجر بتخلص اللعبة وبكرة تكون كسبت ومش بيعرفها انها لو خسرت إلا هيحصل وبيعرفها انه هيبدأ يعد وبيطلب منها انها تروح تستخبى بسرعة ولما بتروح جاريس عشان تستخبى وهي مبسوطة بنشوف أبو أليكس بيوزع على أفراد العيلة أسلحة وبيعرفوا من اللي هيلاقيها لازم يقتلها وبيحط استوانة وبيبدأ العد وبنروح لأليكس اللي بيكون قاعد في القوضة حزين جدا ومش عارف يتصرف ازاي في الوقت ده وبتكون جاريس استخبت في مكان وكل العيلة خادت الأسلحة وبدأت تدور عليها ومرأة داني الأخو أليكس بتوقف على قوضة أليكس عشان يمنعون الخروج لكنه بيطلع من باب الخدم وبنشوف جاريس وهي بتسيب مكانها وبتخرج بعد ما بتحس بالزهق وبيجي أليكس من وراها وبيحط إيده على بقها وبياخدها عشان تستخبى في الوقت ده الخدامة بتدور على الطفل اللي كانت بتعتني بيه واللي بيكون ابن أميلي لكن مش بتلاقيفها بتخرج بسرعة عشان تدور عليه لحد ما بتوصل للمكان اللي مستخب فيه أليكس وجاريس لكن أميلي بتشوفها من ظهرها وبتضربها بالنور وبتقتلها وبتفضل تقول إنها كانت فاكرها جاريس وجاريس بتكون قاعدة وبتسمع الكلام ده وبتكون مرعوبة من اللي بيحصل وبتيجي لعيلة وبتشوف جثة الخدامة وبيقولوا لأميلي إنها غبية لإن جاريس لابسة أبيض وبياخدوها وبيمشوا في الوقت ده وأليكس بياخد جاريس لسلم الخدم وبيقول لها إنها سحبت الكرت الغلط وبيبدأ يعرفها اللي بيحصل وبيقول لها إنها لو ما درتش تستخبها لحد الصبح هتتقتل وجاريس بتترعب وبتفضل تتخانق فيه لإنه معرفهاش الكلام ده قبل ما يتجاوزه لكنه بيقول لها إنه ما كانش عاوزها تسيبه لإنه بيحبها وبيطلب منها إنها تمشي في الممر لحد ما توصل لباب المطبخ وهو هيروح يفتح لها مكان سري تستخبه فيه وفعلا بتمشي جاريس في الممر لكنها بتلاقي بابين قدامها فبتفتح واحد منه وبتخرج وبتتفاجئ بعيلة أليكس وهم بيخبوا جثة الخدامة اللي تقتلت وبتشوفها إيميلي وبتضرب عليها نار لكنها مش بتقتلها وبتهرب منهم لحد ما بتدخل قوضة وبتتخضى أول ما بتشوف داني الأخو أليكس لكنه مش بيرضى يضرب عليها نار وبيقول لها إنه مش هيقتلها لكنه هينده عليهم عشان يقتلوها وبيكون حزين جدا وبيقول لها إنه قدامها خمس ثواني بس عشان تهرب وفعلا بتهرب جارس بسرعة قبل ما يوصلوا ولما بتجي مراته وبتقوله إنه فاشل وبتكون عارفة إنه مرضيش يقتلها بيقول لها داني أنا مرضيتش يقتلها لأنه ما كانش عارف اللي هيحصل معاها لما تنضم للعيلة لكنك كنت عارفة كل حاجة ووافقت إنك تلعب معنا اللعبة فبتقوله مراته إنها عملت كده لأنها كانت عارفة المكسب اللي هيعود عليها لو هي بقت واحدة من أفراد العيلة وإنها هتكون غنية جدا وبتعرفوا إنها ما كانتش خايفة إنها تموت لأن حياتها أصلا ما كانتش تستهل إنها تعيش في الوقت ده بتيجي إيميلي وبتكون حزينة جدا إنها ضيعت السلاح بتاعها وإنها ما عرفتش تقتل جارس فبيهديها جزة وبيديها السلاح بتاعه وبيعرفها زي تستخدمه ولما بتحاول تجربه بتقتل الخدامة وبتفضل تعيط لأنها فشلة في الوقت ده عمت أليكس بتكون متعصبة جدا وبتقولهم إنهم لازم يلاقوها قبل الفجر ولازم يقتلوها وبتعرفوا إنها مش هتقبل إنها تكون واحدة من أفراد العيلة وبتطلب من أبو أليكس إنهم يدوروا عليها في الكاميرات ويعرفوا مكانها عشان يقتلوها فبيسمع كلامها وبيروح عشان يشوف الكاميرات في الوقت ده بتكون جارس واصلت للمبخ وبتلاقي سلاحة على الحيطة فبتاخدوا وبتبقى مستنية أليكس يفتح لها الباب السري لكنها بتسمع صوت رجلين فبتستخبها بسرعة وبيكون اللي دخل المبخ واحد من الخدم وبيكون أليكس يشغل الكاميرات وبيعرف إن جارس مراته مستخبية في المبخ في الوقت ده جارس بتحط رصاص في البندوية وبتسبت الخدم وبتطلب منه إنه يتحرك بسرعة لكنه بيرفض يتحرك ولما بتحاول تضرب عليه نور بيقولها إن ده سلاح زينة وبيحاول إنه يجم عليها لكنها بتضربه على دماغه ببراد الشاي في الوقت ده بنشوف أليكس وهو بيبوز الكاميرات عشان محدش يعرف مكان جارس لكن أبوه بيدخل وبيشوفه فبيتعصب جدا وبيفضل يضربه لكن أليكس بيتعصب وبيحاول إنه يقتل أبوه لأنه عاوز يقتل مراته وأخوه بيحاول إنه يهديه وبيخليه سيب أبوه لكن بعدها أبو بيضربه على راسه وبياخده هو وأخوه عشان يحبسهم لحد ما يقتله جارس وجارس بتوصل لمكان سري في المبخ وبتلاقي واحدة من الخدم مستخبية هناك فبتتخض جارس لكن الخدمة بتقول لها إنها ملهاش دعوة بالعيلة ولا بتلعب أصلا معاهم ولما بتحاول الخدمة إنها تقفل الباب بيتقفل عليها وبتموت وجارس بتتخض لما بتشوف المنظر وبتهرب بسرعة من المكان ولما بييجي الخدم بيلاقي الخدمة التانية ماتت فبيروح عشان يعرف أبو أليكس في الوقت ده بتكون جارس قدرت إنها تخرج من شباك الأسر وبتحاول إنها تهرب وبتفضل تجري في الجنينة لكنها بتشوف شخص جاي من بعيد وبيدور عليها بالكشاف فبتستخبها بسرعة وبتقدر إنها توصل لحظيرة الحيوانات وبتستخبها فيها وبتلاقي إن الشخص ده لسه بيدور عليها وبتتفاجئ لما بتعرف إنه ابن إيميلي لكنها مش بتكون خايفة منه وبتحس إنه مش هيازيها لكنه بيطلع المسادس من جيبه وبيضربها بالنور والطلقة بتيجي في إيدها فبتضربه في ويشه وبتحاول تهرب لكنها بتقع في حفرة في الحظيرة وبتلاقي جواها جسس كتير جدا وبتتخض وبتفضل ترجع وبتلاقي وصدها سلم وبتحاول إنها تهرب لكنها مش بتقدر تطلع على السلم بإيد واحدة لكن السلم بيكسر وجارس بتكون قربت تقع فبتحاول تتعلق بأي حاجة لحد ما إيدها بتيجي على مصمور فبتتعور أكتر وبتفضل تنزف لحد ما بتقطع حتى من كم الفستان وبتربطها على إيدها وبتقوم بسرعة عشان تهرب وبتشوفها واحدة من العيلة وبتحاول تقتلها لكنها بتهرب منها وبتدخل بسرعة وبتعرف الخدام إن جارس بتحاول إنها تهرب من ناحية الصور وبتطلب منه يمنعها في الوقت ده بتكون جارس وصلت للصور وبتقدر تعدي من بين الحديد لكنها بتتعور ولما بتخرج من البيت بتلاقي عربية جاية نحيتها لكن السواق أول ما بيشوف منظرها بيترعب وبيسيبها ويمشي وبنشوف الخدام اللي بيكون قدر إنه يوصل بالعربية بتاعته الجارس لكنها بتهرب بسرعة أول ما بتشوفه والخادم بيكلم أبو أليكس وبيقوله إنها هربت وإنه هيخرج وراه ويمسكها في الوقت ده بيتعصب جدا أبو أليكس وبيفضل يزعى عليهم وبيعرفهم إنهم لما يدروش يقتلوها قبل ما الشمس تطلع هيموتوا كلهم وبيطلب منهم إنهم يرموا جسس الخدم اللي ماتوا في الحفرة ووقت ما بيروحوا الحظيرة عشان يرموا الجسس إيميلي بتشوف ابنها وهو مغمى عليه وبتعرف إن اللي عملت كده هي جارس ولما بتفوقه بتعرف إنه حاول يقتل جارس لكن ما قدرش في الوقت ده بيكون الخادم قرى بيوصل لجارس وبينزل بسرعة من العربية بتاعته عشان يقتلها لكن جارس بتفضل تقاوم لحد ما بتقدر إنها تخنقه وبتاخد العربية وبتهرب من المكان لكن العربية بتعتل فجأة وجارس مش بتعرف تحركها لحد ما بيظهر الخدم فجأة من وراها وبيديلها حقنة مخدرة وبياخدها معافي العربية وفي الطريق جارس بتقدر تفوقه وبتشوف الخادم وهو بيكلم العيلة وبيعرفه منه قدر يقبض عليها وجايبها وجاي في الوقت ده جارس بتفضل تضرب فيه لحد ما العربية بتتقلب وبتقدر إنها تخرج من العربية ولما بتحاول تهرب بتلاقي داني الأخو أليكس واقف قصادها فبتقوله إنها عارفة إنه مش هيقتلها وبتطلب منه إنه يساعدها لكنه بيرفض وبيقول لها إنه مش هيقدر يسيب عيلته تموت بسببها وبيعرفها إنها لو فضلت عيشة لحد الشمس ما تطلع العيلة كلها هتموت وجارس بتحاول تقنعه ندي خرافات لكنه مش بيهتم وبيضربها على دماغها وبياخدها للبيت في الوقت ده بنشوف أليكس وهو مربوط في القوضة بتاعته ولما بتدخل أمه بيسألها عن جارس فبيقوله إنها بتجهز للاحتفال فبيقولها إن لو جارس ماتت هيقتلها فبتسيبه وبتمشي وبنشوف العيلة كلها وهي بتستعد عشان الاحتفال وبنشوف أبو أليكس وهو رابط جارس على الترابيزة وبيجيب كاس وبيفضل يقرأ عليه تعويز وبنعرف إنه هيقدم جارس قربان للشياطين وبعد ما بيخلص العيلة كلها بترفع الكاسات وبتشرب وأبو أليكس بياخد السكينة عشان يقتل جارس لكن قبل ما يقتلها بيفضل ينزف دم من بقه وبقى العيلة بيحصل معها كده ومحدش بيكون فاهم إيه اللي بيحصل لحد ما دانيل بيفك جارس وبيهربها وبيعرفها إنه حطولهم مخدر في الكاس في الوقت ده بتظهر مرأة دانيل وبتكون عايزة تقتله وبتضربه بالنور وجارس بتهجم عليها وبتاخد منها السلاح وبتفضل تضرب فيها لحد ما بيغمى عليها ولما بتروح لدانيل عشان تتطمن عليه بيطلب منها إنها تهرب بسرعة ولما بتحاول جارس إنها تهرب بتلاقي وصدها أبو أليكس جزها ولما بيحاول يمنعها بتضربه على دماغه بالكشاف وبتهرب بسرعة وبيكون أليكس قدر إنه يفك نفسه ولما بيخرج بيشوف أخوه هو وقع على الأرض ميت في نفس الوقت بتكون أم أليكس بتحاول إنها تقتل جارس لكن جارس بتفضل تقاوم وبتفضل تضرب فيها بالسندوق بتاع اللعبة لحد ما بتقتلها ولما بيوصل أليكس وبيلاقي أمه مقتولة بيعتذر الجارس وبيمسكها وبيندع على باقي العيلة ولما بيوصلوا بيلاقوا أم أليكس وقع على الأرض فبياخدوا جارس وبيربطوها على الترابيزة وبياخد أليكس السكينة عشان يقتلها وبنعرف إنهم هيدموها قربان للشيطان وبنعرف كمان إن الشيطان هو اللي عمل مع يدهم الصفقة دي ولما بيحاول أليكس إنه يضرب جارس بالسكينة بتتحرك بسرعة والسكينة بتجي في كتفها لكنه قبل ما بيحاول مرة تانية إنه يقتلها بتكون الشمس طلعت ولما بيبص عمت أليكس إن الشباك بتترعب والعيلة كلها بتترعب لأنهم هيموتوا لكن بيعدي وقته وليل ومش بيحصل لهم حاجة فبيقول واحد منهم إنه كان حاسس إن كل ده خرافات وإنهم مش ملعونين وكل ده عملوه على الفاضي لكن هيلين عمت أليكس بتقولهم أنتو مش فاهمين حاجة وبتاخد بسرعة السلاح عشان تقتل جارس لكن جسمها بينفجر ودمها بيملى المكان كله والاستوانة بتاعت اللعبة بتشتغل والعد بيبدأ وكل ما العدد يقل واحد منهم بينفجر وبنشوف أخت أليكس وأبوه وهم بينفجروا ومش بيكون فاضل في العيلة كلها غير أليكس اللي بيقرب من جارس مراته وبيقولها إن الشيطان مش هيقتله هو لأنه جوزها وبيكون ساعد جدا لكن في الوقت ده جارس بتقلع الخاتم بتاع الجواز وبترميه في وش أليكس اللي بينفجر هو كمان والدنيا بتبدأ تولع وبيظهر الشيطان وبيحرق البيت كله وجارس بتخرج بسرعة من البيت وبتقعد على السلم وبتكون هي الوحيدة اللي قدرت تنجو من البيت الملعون ده والحد هنا بيخلص فيلم النهاردة لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد هشوفكم الفيديو الجاي سلام